مبدياً أسفه لعدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد ثمان جلسات في البرلمان استغرب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جاعج عما وصفه استمرار العماد ميشيل عون في سياسة التعطيل التي يقوم بها والثمن الذي ندفعه حيالها ورأى أن الطرحة الدستورية الأخير لعون ساقط في الشكل إذ يطرح في عقد استثنائي وإلى حين العقد العادي تكون ولاية المجلس النيابي قد انتهت مع عدم أعطاء أي رأي بما يتعلق بالنقاط اللي طرحه للتعديل الدستوري لأنه ما في مجال للبحث فيها بالوقت الحاضر مش لأنه برفضها أو بقبلها لا كله قابل للبحث والنيقاش بس بعتبر أنه كل هالطرح لا بزمانه ولا بمكانه ما بيطلع منه أي شيء إلا بيضيع أكتر وأكتر الشنكيش عن انتخابات رئيسة الجمهورية وبيعمق الفراغ باللبنان أكتر وأكتر كما أن أي تعديل دستوري يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس ومن الصعب تأمين ذلك مع انفتاحنا على أي تواصل إلا أننا نرى قال جعجع إنه لا يفيد طالما حزب الله والعماد عون مصران على مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس لذلك بدع العماد عون أنه ينزل بالجلسة الآدمي لأنه صرنا مضيعين ثمان جلسات بجلسة 23 ينزل يقدم ترشيحه يقدم برنامج واضح ينزل أنوية بنهاية المطافة والشخصين الأكثر تمثيلة وأنه هناك رايح من صدعة ترشيحنا تيطلع واحد مننا رئيس جمهوري وكشف جعجع أنه سمع كلاما من الرئيس سعد الحرير في باريس وفيه أن عون حين يدرك صعوبة انتخابه رئيسا سيعيد طرح مسألة تعديل الطائث